أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي عن إنشاء مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلامة وسيتم فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الاعدادي للانتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019-2020 في الأول من يوليو 2019 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تخصصات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات دكتور سماي يمكن بدايات كثيرة نتحدث عنها اليوم أول زيارة للكوديفور ومحليا أول مدرسة إنتاج حربي تتبع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وفق المعايير الدولية نتحدث هنا عن تعاون بين وزارتي التعليم والإنتاج الحربي توقعاتكم لهذه الخطوة الحقيقة إن هي بتنعكس أو إحنا نقدر نقايم الخطوة دي في إطار التطوير اللي بيحصل في منظومة التعليم بشكل كبير طبعا زي ما حضرتك تفضلت إن ده أول تعاون من بين الوزارتين في نفس الوقت لو إحنا من خلال الخبر اللي هو خاص بالتعليم الفني ويمكن إحنا في التعليم الفني كان فيه تراجع بشكل كبير جدا في مخرجات الخاصة به أعتقد إن هذا التعاون سوف ينقل الخبرة بالنسبة للتعليم في المؤسسة العسكرية هيلقلها للقطاع المدني في شك إن ده هيؤثر بشكل كبير على مخرجات العملية التعليمية